في هذا الفيديو سوف نتحدث عن علاج الشقيقة، فإذا كنت تعاني من الشقيقة أو تعرف أحداً يعاني من أعراض الشقيقة، فإن هذا الفيديو سوف يكون مفيداً لك قبل أن نبدأ، يجب علينا التأكد من أن الشخص المريض يتلقى العناية الطبية اللازمة ويتابع تعليمات الأطباء كما يجب علينا أن نفهم أن العلاج يختلف باختلاف حالة المرض والشخص المصاب به عندما يعاني شخصاً ما من مرض معين، فإن العلاج يعتمد على نوع المرض ومدى خطورته وفي حالة العلاج الطبي التقليدي، يتم استخدام الأدوية والإجراءات الطبية اللازمة لتحسين حالة المريض كما يمكن استخدام العلاج النفسي والفيزيائي لتحسين حالة المريض ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من العلاجات البديلة التي يمكن استخدامها لتحسين حالة المريض مثل علاج الشقيقة طبيعياً والتدليك والعلاج بالأعشاب والتغذية السليمة ويمكن استخدام العلاج الطبيعي كجزء من علاج الشقيقة، وذلك يعتمد على سبب الصداع وشدته على سبيل المثال، إذا كان الصداع ناجماً عن الإجهاد أو التوتر، فقد يكون العلاج الطبيعي مفيداً لتخفيف الألم وتحسين الدورة الدموية والاسترخاء العضلي يمكن استخدام العلاج الطبيعي لتحسين المرونة والتوازن والتنفس وتحسين وظيفة العضلات منا يمكن أن يساعد في تخفيف الصداع وتحسين الراحة ويمكن استخدام تقنيات العلاج الطبيعي مثل العلاج بالتدليك وتمارين الإطالة والتنفس العميق واليوجة والتأمل لتحسين الصحة العامة وتخفيف الضغط النفسي يجب مراجعة الطبيب لتحديد سبب الصداع وتحديد ما إذا كان العلاج الطبيعي مناسباً لحالتك أم لا ويجب عدم الاعتماد فقط على العلاج الطبيعي بدون استشارة الطبيب وتعليماته وإذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن علاج شقيقة يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات من الأطباء والمتخصصين في المجال الطبي شكراً لمشاهدتكم هذا الفيديو ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية